أبل أعلنت عن آيباد جديد الذي هو الجيل السابع من الآيباد دعونا نتعرف عليه سور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف تم الكشف عن الجيل السابع من الآيبادات هذه المرة حصل على تحسينات عديدة أبرزها الشاشة التي صارت 10.2 إنش بدلاً من 9.7 إنش التي موجودة في الجيل السابق أيضاً حصل على دعم القلم الذي هو الـ Apple Pencil ودعم الكيبورد الذكية من أبل من خلال منفذ السمارت كينكتر من ناحية التصميم تقريباً يأتي بنفس فلسفة تصميم الأجهال السابقة وحتى في الكاميرات نفسها تقريباً وهي 8 ميجا بيكسل خلفية و 1.2 ميجا بيكسل أمامية الشاشة مثل ما ذكرت 10.2 إنش بدقة 2160x1620 من نوع الريتنيا ديس بلي الشاشة يحس بأبل أفضل بـ 3.3 ضعف في البيكسلات و 2.5 ضعف في الإضاءة وحتى في زاوية الرؤية صارت أفضل بـ 3.7 ضعف وهذا حسب كلام أبل معالج الآيباد هذا هو A10 Fusion وهو نفسه الموجود في الجيل السابق وبحسب أبل سيعطيك أداء أفضل بضعفين وقارنة باللابتوبات الويندوز التي بنفس سعره أيضاً الآيباد يدعم نظام الآيباد OS ويضعم Touch ID طبعاً نتحفظ على مبدأ الذي قاله أبل بأنه يغنيك أو يعطيك قوة أكثر من الويندوز لأنه أنت أيضاً لازم تتخذ القرار بالتطبيقات الأنسب لك هتلاقيها على الآيباد أو على الويندوز أرجع إلى هذا الآيباد وأقول أن الأحجام تأتي بـ 32 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت يتوفر بنسختين الأولاً تدعم الواي فاي والثانية تدعم شبكات الجيل الرابع للتي عموماً الآيباد الجديد ممتاز للطلاب ويقدم سعر مقابل الأداء ومن ناحية ترتيبه مع الآيبادات الأخرى متوفرة حالياً يعتبر من فئة الدخول في السلسلة ومن ناحية السعر مقارنة بسلسلة الآيبادات الموجودة فالجيل السابع هذا من الآيباد يبدأ سعره من حوالي 1350 درهم الآيباد ميني سعر يبدأ من 1600 درهم ويعتبر أفضل منه في العتاد وأقل في هجم الشاشة الآيباد دير سعره 2000 درهم تقريباً ويعتبر أخف أنحف آيباد وطبعاً في المزايا وفي العتاد أفضل أما لو الشيء القوي الكبير موجود عندكم الآيباد برو الذي سعره 3200 درهم تقريباً ويعتبر أقوى آيباد حالياً في السوق وكمقارنة بينه وبين الآيباد الجديد فالبرو يقدم معالج A12 Bionic منفذ USB Type-C وأيضاً الشاشة بدون حواف ويدعم الفيس آي دي وكلامي لا يعني أن الآيباد الجيل السابع عادي بالعكس يقدم شاشة جيدة ومعالج يؤدي الغرض خصوصاً في نظام الآيباد OS الذي سيأتي قريباً لا ننسى أنه دعم القلم والكيبوردات الذكية هذا الشيء كان مطلوب في أجيال الآيباد الستة الماضية نهاية الفيديو وكل فيديو إن شاء الله سنحاول نجلب لكم الآيباد ونفعله مراجعة مفصلة وساعتها وتعرفوا الفرق وتعرفوا أي آيباد أنسب لكم بإذن الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته